كان لازم يبقى فيه موقف كان لازم يبقى فيه دعم لأ الان انا فيه ده بيخلي مراني يتأكد ان انا ضعيف وانه عنده القدرة انه يتقطى اي حاجة لو كان عايز يعملها تقصد ان اهل البيت الكبير اتأكدوا ان انت ضعيف للأسف محدش قدر يحقق اي حاجة من اللي احنا عايزينها محدش فهم البيت الكبير ده كان هو مشكلتنا في البلد اللي هو فيها عارف ليه؟ لان اهل البلد كلهم كانوا بيحبوا اهله وناسه وكانوا بيسمعوا كلام عبدالجواد الكبير كل كبيرة وصغيرة طبعا وكانوا بيرجعوا له دايما في اي حاجة قبل ما يعملوها ويتأكدوا ان كانت صحة او غلط لكن عبدالجواد رفض انه يتعامل معانا وطبعا ده اخرنا كتير عبدالحكيم بقى كان حاكم زمام امور البلد كويس قوي لان الناس كلها كانت بتحبه وكانت ماشي وراء حاولنا طبعا نهد قوته ونضعفه لكن فشلنا وكان صعب جدا مع عبدالحكيم لان اهل البلد كلهم كانوا بيحبوه وهو كان بيحترم جدا حبهم ليه لحد ما جات الفرصة واهل البيت الكبير بدأوا كلهم ياكلوا بعض وطبعا لما اهل البيت الكبير ياكلوا بعض يبقى مهم جدا انه يبقى في حد موجود يشعل النار ينفخ فيها وانت تأكدت ان البيت الكبير لما الضربة بيجيلوا من بره بيقوا اكتر عرفتوا كمان ان الضربة لما بيجيلوا من جوا بيبقى عاجز ومش عارف يعمل ايه ساعتها عبدالله وطفلوس تروح وطبعا عبدالحكيم هيرفض ان الارض تتباع او تتقسم وابو ناقا عليه يدب الخلاف بينهم ولما يدب الخلاف بينهم انتوا قاعدين بره من بعيد ترقبوا وبس لحد الدنيا ما تشعل الاكتر وفي الاخر بيعتوا محرم وبعد محرم مهدي وبعد مهدي انا وعادي مش كده لو كان مروان وقع هو وحسن والبيت الكبير لت كنت انت بقيت الكبير مش بس كده كان هيبقى ليك نصيب في كل حاجة هتطلع من بطن الارض لكن للأسف محدش فيكو قدر يعمل ايه حاجة من اللي احنا عايزنا وانا هنا النهاردة علشان اقولك ان اي تعامل هيتم بشكل كبير مش هيتم الا مع حسن وما رؤون لانك فشلت في تحقيق اللي احنا عايزينه منك يا ست الكل ما تيلاقيش كله هيبقى تمام وزي الفل خير يا متر اه اللي حصل شاكي هتحبش ثانية بيت يا سامي يا خروبي يا ست الكل الموضوع بسيط ده اجراء قانوني عادي جدا وبسيط يعني احنا بمجرد ما النيابة تكتشف اني مفيش مشكلة عليكي هتخرجي على طول نص كلامك اللي قلته جوا ده مدخلش دماغي بتعريفة شكلك كده هتجيبلي اعدام لا 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 اعدام ايه يا ست الكل ده مجرد اتهام واحنا بننفيه واول ما النيابة تتأكد اني مفيش دليل عليكي هتخرجي انا هقدم طلب بنفسي للنيابة واخرجك احنا كنا متفقين على جزء ملقة عادة حاضر من قناية بس بقولك ايه بقى شدحيلك معانا وانا والله هدلعك امسك شكراً شكراً يا متر سلام عليكم خالتي حبيبتي خدي بالك من نفسك وانا في ظهرك ما تقلقيش انا يشترح يا حبيبتي يا اختي سبحان الله والدوام تب تقول يا مروان لا مش هعمل كده دي كانت رتال تموت فيها اسمع لانا بقولك علي لازم تعملك دي عادل في اتباغ وانا انت مش هتروح يا مروان انت عايز نحط البنزين جنب النار دي رتالة موتها واحدين انا ما صدكت الدنيا تهدى لازم تعملك دي ما ينفعش نعضل اللي حصل اسمع لانا بقولك علي انا عارف ان هعمل لك مشاكل كتير بس انت هتعرف توزن الامور الدنيا هتولع اعمل انت الخطوة دي مش يمكن رين ما توافق شي ولا نوبنا توجف تقول مش هترجع طب يبقى ايه لازمت لازمت ان احنا نعطى عادل جدام كلامه ونشوف خلينا ورا الكداب لحد باب الضار ولا ايه ولا ايه ولا ايه هي يا دي بيشرب الجهوة توديني بداهية يا زينم ايه مروان فين بيقول ان هو جايله ناس اه وماله بعمليلي شوية جهوة حاضر يلا عن اذنك الوعد عامل ايه مكالبطني يا الله يا مرة عامي عندي حمودة طول الوقت ومش طيق ريحة الاكل حل تجيبي وعد ان شاء الله اه يا رب يا قاعدة يا قاعدة يا قاعدة يا قاعدة اقول لك يا حبيبتي القيش صالح بنائمة بس ما هيكلم حسن جوزك وبيحبك وعرف مصلحتك وانا مش اسيبها يا مرة عامي عايزي ناسيبطار ابني يعني ولا ايه لا حدش قال ناسيبطاره ابدا بس انت خليكي بعيد عشان تفرح شوية وقلبك يتهنى ان شاء الله احلى في الجنقة تفضل تسلم يدك قال بلك انت احلى حاجة في الجهوة رحيتها صح الله مصبوطة في الهانة بالكم يا بنات ما كنت صغيرة كالستة ومبوية تخبز الفجر تعمل هي قبل ما تخبز تروح تجبني من فرشة من شعر يجوم يا بيت أجعد جاري أقول لها ليه يا ستة عايزانيها منعيلة صغيرة تقولي له أجعد جاري ليه يا ستة تقولي تعلمي أتعلمي يا ستة تقولي تعلمي اللي بعمل وخلاص أجعد جارة وأنا بابكي وعايزة نامو بردانا ونعسانا كل ما تلاقيني صغطت كده عملت راسي اجزغدني جوها بتخبزي أخبز وأنا ما قدراش هد صغيرة كده واجعد جارها وأول رغيف سخني طلع من الفرن تديهول أكله طعم وحيل عاصل لغاية ما تعلمت أجعد جارها اتزغدني أبكي تعبانة بس في الآخر هاخد من يدها قدر كل واحدة فيتكم راجل راجل زين يحبها ويخاف عليها وكمان إن شاء الله هيعوض عليكم بالخير بس تصبروا واسمعوا كلام رجالتكم هما بيحبوكم فهمين يا بنات فهمين يا بنات فهمين يا بنات فهمين يا بنات سن 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 شكرا